اشتركوا في القناة التي حظي بها جلالته ولوفد المرافق كما هنأ جلالته فخامته على نجاح عملية الاستفتاء الاخيرة على التعديلات الدستورية ونسبة المشاركة العالية من جميع فئات الشعب المصري فيما رحب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة جلالة الملك المفدى لمصر التي تقدر وتعتز بمواقف جلالته المشرفة ودور مملكة البحرين ومواقفها الاخوية العربية الاصيلة تجاه مصر وشعبها وجهودها في تعزيز العمل العربي المشترك وخلال الجلسة جرى استعراض مختلف جوانب العلاقات الثنائية المتميزة والتعاون الاستراتيجي بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في كافة المجالات الحيوية في ظل حرص البلدين على تعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يحقق مصالحهما المتبادلة وعرب جلالته عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها الراسخة مع مصر الشقيقة مؤكدا الحرص المشترك على دفع افاق التعاون واستمرار التشاور والتنسيق بشأن التعامل مع كافة القضايا والتطورات في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات واشهد جلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس المصري بما تحقق في مسار العلاقات البحرينية المصرية متطلعين الى المزيد من التطور والنماء والازدهار لهذه العلاقات بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين وعرب صاحب الجلالة عن تقديره لمواقف جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والداعم لمملكة البحرين وجهود فخامته في ترسيخ التعاون المشترك بين البلدين مشيدا في ذات الوقت بجهود التطوير والتنمية التي تشهدها مصر في شتى المجالات بقيادة فخامة الرئيس وبالدور التاريخي للشقيقة مصر تجاه قضايا الامة وحرصها على صون المصالح العربية وحماية الامن القومي العربي وتعزيز اسس السلام والاستقرار في المنطقة وقد ثمن فخامة الرئيس المصري من جانبه جهود مجلالة الملك المفدى في توثيق الروابط الاخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين مؤكدا على ما تحظى به مملكة البحرين قيادة وشعبا من مكانة خاصة لدى الشعب المصري وما تمثله علاقات البلدين من نموذج يحتذى به بين الأشقاء العرب كما تنولت المباحثات مجمل الأحداث والتطورات العربية والإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على بذل كافة الجهود الرامية إلى أحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وأكد جلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس المصري أن المرحلة الرهنة التي تمر بها المنطقة تتطلب تعزيز التعاون والتضامن العربي بما يمكن الأمة العربية من الحفاظ على أمن واستقرار دولها ومواجهة التحديات المشتركة القائمة وفي مقدمتها خطر الإرهاب والتطرف والتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية وتكريما لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أقام فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مأدوبة إفطار بمناسبة زيارة جلالته إلى مصر الشقيقة ترجمة نانسي قنقر